بس أنا عايز أقوله برضو يعني فيه نقطة مهمة جدا ويمكن تكون في سكة التفاول أنا بحب جدا الإشارات والعالمات كده يعني بس يعني أعتقد أنه كل اللقاءات النادي الأهلي وعشان كده بقول لرجالة الأهلي النهاردة اللي هلعبوا المطش إن شاء الله أنتو مش بس هتكتبوا تاريخ أنتو كمان هتحفظوا على تاريخ كتبوا النجوم اللي سبقوكم إحنا قابلنا الزمالك في دوري الأبطال أو في بطولة دوري الأبطال 8 مرات فأربع نسخ مختلفة 2005-2008-2012-2013 ثلاث مرات منهم اللي هم تمانية واثنشر وثلاثتاشر كانوا في اللقاءين كانوا في دوري المجموعات 2005 بس هو ده اللي كان في قبل النهائي والثمان لقاءات الأهلي مخسرش ولا مباراة فوزنا خمس مباريات وتعدلنا في ثلاث مباراة فوزنا خمسة اللي هم الاثنين بتوع القبل النهائي 2005 وبعد كده في المجموعات في الثلاث نسخ كنا بنفوز مرة ونتعدل مرة فراصدنا يسمح بإن إحنا إن شاء الله نكمل الإنجاز أو نحافظ على الإنجاز اللي حققه الأجيال السابقة الأهم من كده بقى ودي بشرة الخير إنه الأربع بطولات اللي إحنا قابلنا فيهم نادي الزمالك في مواجهات مختلفة يعني في الأربع نسخ الأهلي فاز بالبطولة فنتمنى إن شاء الله أنها تكون بشرة خير وتكون المرة الخامسة برضو فرصة للتتويج بالبطولة التسعة إن شاء الله بإذن الله للنادي الأهلي تاريخ كبير جدا وأسماء اللعيبة اللي هتلعب النهاردة إن شاء الله لو تحقق الإنجاز ده أنا أعتقد أنها فرصة ما بيجيش لعيب الكرة يمكن غير مرة مرتين ومع ذلك بيبقى استثناء في العمر كله فبيتهالي قدام أبطالنا النهاردة فرصة يحفره أسميهم بحروف من ذهب في قيمة طويلة جدا من الأسماء والنجوم اللي حققت بطولات كتيرة جدا للنادي الأهلي مرة تانية أكد التركيبة دي إلى حد ما بتبقى صعبة شوية إنك أنت تحافظ على تركيزك أو تبقى في أعلى درجات التركيز وفي نفس الوقت تبقى في أقصى درجات الهدوء الاتنين دول مع بعض نلعب كورتنا نبقى مرتاحين أعتقد الأهلي بلعابته قادر إن شاء الله بإذن الله أكيد أحمد يعني اللي هيقدر بإذن الله النهاردة يكون الأفضل هو اللي هيكون فيه ثلاث نقط هي اللي بتحدد المكسب زي ما أنت قلت الأكثر تركيزا يعني الأكثر تركيزا طول التسعين دقيقة أو المائة وعشرين دقيقة أو لو وصلنا للركلات الترجيح طبعا محتاجين تركيز كويس جدا والأقل ارتكابا للأخطاء طبعا أحمد يعني مفروض ما يكونش فيه مجال الخطأ قوي في المباراة كبيرة زي دي وطبعا استغلال كل فرصة وكل نص فرصة كمان بتجلنا ده مهم جدا كل ده زي ما أنت قلت مع توفيق ربنا يحدد بإذن الله الفايز اللي هو إن شاء الله إن شاء الله يكون النادي الأهلي يعني قلنا قبل كده يا سارة أنه يمكن المباراة دي ما بتتأس بالورقة أو القلم قوي كل مطش اللي يزروفه حساسية المباراة بتأثر على مستوى اللاعبين حجم المسؤولية يعني إحنا الحقيقة بنتكلم طبعا أنا كل الأهلوي أو كل الناس اللي أنا قابلتوه من النهاردة في الشارع بيفكروا في المطش وشايلين هم المطش وشايلين هم تسعين دقيقة وشايلين هم النتيجة فما بال حضراتكم بالجهاز الفني اللاعبين كان الله فعنق وطبعا إدارة النادي الأهلي فإذا كان ده حال الجمهور ما بالكم باللعبين بس الأهم من ده أنه زي ما قلت ثقاتنا كبيرة جدا في إمكانيات لعبتنا والأهم من ده أنه يبقى فيه سباة فعالي في هدوء في الملعب ناخد بالنا بشكل كبير جدا من الاستفزازات اللي ممكن نتعرض لها لا قدر الله سواء من التحكيم أو من الفريق المنافس واللي نتمنى وبالمناسبة الحقيقة النهاردة فيه 22 رجل بيحملوا الجنسية المصرية بيمثلوا صورة مصر قدام العالم كله يعني أنا هطلع شهر من حتة الكورة صورة مصر واحدة من أهم المكاسب البطولة مصرية وده شيء يحسب للمصريين كلهم الصورة اللي هتتقدم النهاردة بداية من الملعب والنقل التلفزيوني والجهاز الأجهزة الفنية واللعيبة في الملعب على مدارات السعين دي هي صورة مصر نتمنى أنها تكون يعني معبرة عن مدى تمتع المصريين بالرقي والتحضر وتعكس صورة مصر الحقيقية للعالم كله ده بعيدا عن الكورة لو رجعت للكورة مرة تانية بأكد على رجالتنا الحقيقة أن المعادلة ما بين التركيز والهدوء والثبات المفعالي وأنك أنت تدي وده مش جديد يعني ده اللي أنا بقوله ده يمكن يكون يسارة هو ده عناصر الروح الفنية للحمر على مدار التاريخ طويل جدا فكرة أنك تلعبي لآخر لصفارة الحكم حتى بعد التسعين ديها وبطولات كتيرة جدا حسامة النادي الأهلي في الوقت بدر الضائع فالمهم أن نحن نحفظ على ده طول فترة المباراة ونتمنى التوفيق للاعبتنا إن شاء الله وزي ما أنت قلت طبعا يهمنا إن الكرة المصرية تطلع بشكل مشرف جدا يعني عايزة أقول إنه صحف العالم كلها بتتكلم من نبارح وبالها يومين كمان على مباراة الأهلي والزمالك على مباراة القرن على أي حال عندنا كواليس كتير من فندق الإقامة وكمان من الأفرع المختلفة لنادي الأهلي طبعا فمصر كلها بس بعد الفاصل هيكون مع حضراتكم شكرا